قبل ما نبدأ أخبارنا وفقاراتنا لصباح الخير يا مصر نهارضاً نصبح على منا وأطمنا على حالة التقس وكمان نتعرف منها الأسعار لعملات المصر بصباح الخير عليك يا مني صباح الخير يا شازلي وصباح خير عليك يا جمالي صباح الخير يا مني مش حتكلم عن التقس زاء القدرةً وحرقةوتي بدرجة الحرارة زائد عن إبارح الضغطوبة المهم رطوبة وفي رطوبة وفي شابورة كل اللي نفسك فيه عgodي النهارض نصبح على مشاهدينا ونقول لهم بقى آخر الأخبار صباح الخير على كل مشاهدينا خلينا على طول نتابع معاكم متوسط أسعار صرف العملات الرسمية وهنبتدي على طول مع بعض بالدولار الأمريكي اللي سعر الشراء فيه 18 جنيه 77 أرش 18 جنيه 85 أرش للبيع اليورو بيسجل 19 جنيه 58 أرش للشراء 19 جنيه 66 أرش للبيع الجنيه السترليني بيسجل 22 جنيه 71 أرش للشراء وبيسجل 22 جنيه 81 أرش للبيع الفرانك السويسري بيسجل 19 جنيه 56 أرش للشراء 19 جنيه 65 أرش للبيع اليوان الصيني بيسجل 2 جنيه 80 أرش للشراء 2 جنيه 81 أرش للبيع الريال الصعودي بيسجل 5 جنيه للشراء 5 جنيه 2 روش للبيع الدينار الكويتي بيسجل 61 جنيه 22 قرش للشراء 61 جنيه 49 قرش للبيع والدرهم الإماراتي بيسجل 5 جنيه 11 قرش للشراء 5 جنيه 13 قرش للبيع خلينا بقى نتحول لأسعار الدهب ونشوف الجرام سجل كام عيار 18 الجرام بيسجل 848 جنيه عيار 21 الجرام بيسجل 990 جنيه عيار 24 الجرام بيسجل 1132 جنيه أما الجنيه الدهب بيسجل 7920 جنيه ودلوقتي مشاهدينا خلينا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة في أحوال التقسي النهاردة اللي هيكون شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد الشبورة رجعت تاني الصبح على بعض الطرق المؤدية من وللقاهرة الكبرى والوجه البحري وسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء كمان النهاردة هنلاقي فيه اتفاع في نسب الرطوبة بالنهار وده هيزود الإحساس بحرارة التقسي عن المتوقع بدرجتين لثلاث درجات درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 36 درجة أعلى درجة حرارة هتكون في إدفو 42 درجة والأقل هتكون في متروح 30 درجة هنتابع مع حضرتكم التقسي بالتفصيل بس خلينا على طول نرجع للشازلي والجومان نبتدي معاهم فقراتنا وأخبارنا اتفضل شكرا لكم